كلما ضاق الخناق على أحزاب السلطة واتسعد دائرة المقاطعة الشعبية لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من الشهر الحالي تلجأ الكتل السياسية لاستغلال أي وسيلة تؤمن لها الأصوات مستخدمة التحشيد الطائفي تارة أو استدعاء أنصارها المنتفعين منها تارة أخرى هذا التكريم للعشائر ليس عملية اقتناص فرصة لكي نعبر عنها وإنما هو واقع نريد أن نعمل به لا خوف على العملية السياسية وتكريمكم هو حق لكم هكذا خاطب زعيم حزب الدعوى نور المالكي شيوخ مجالس الإسناد متعاهدا لهم بأن مكاسبهم مضمونة مجالس الإسناد التي أسسها المالكي عام 2008 بذريعة حفظ القانون ومساندة الدولة كانت في حقيقتها بحسب مراقبين امتدادا لتطلعات حزب الدعوى باتجاه ابتلاع مؤسسات العراق كافة والتي وصفها الحزب الديمقراطي الكردستاني آنذاك بأنها محاولة لإحياء الميليشيات المسلحة ومخالفة صريحة لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة عاد المالك اليوم ليغازل زعماء العشائر ويكيل لهم المديح بأنهم لعبوا دورا كبيرا في استقرار البلد رغم علمه المسبق بأن أقصى تطلعات بعض هؤلاء هو فوز مرشحيها بانتخابات المحافظات بغض النظر عن كفاءتهم وخبراتهم وتحصيلهم العلمي والثقافي المالك وبرسائل مبطنة هدد بفوضى أمنية عارمة حال عدم فوز تحالفه في الانتخابات تحالف يتربص به التيار الصدري أبرز خصومه وشريكه السابق في عملية سياسية أودت بالبلاد إلى أن تصدر قائمة الدول الفاشلة نحن دولة القانون وبدون القانون والإيمان به والتسليم به لا يمكن أن نتوقع أمنا واستقرارا في هذا البلد مراقبون حذروا من الطابع العشائري الذي بات طاغيا على المشهد الانتخابي في العراق حيث يشكل مرشح القبائل نسبة كبيرة بين المتنافسين على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات وهو أمر بالغ الخطورة جراء إقحام الأحزاب للعشائر في صراعات سياسية سيكون السلاح المنفلت لديها صاحب الصوت الذي يهدد السلم المجتمعي لا صوت الناخب في بلد اتضح أنه يفتقر لمقومات الدولة